فالرسول بولوس يكتب ويقول إلى هذه الكنيسة وعلى الأرجح يعني هذه الرسالة على الأرجح كتبها في سنة 57 ميلادي إلى كنيسة روميا وكتبها من كورونتوس من بلدة كورونتوس وهذا اندل على شيء بدل أن الأنجيل كانت منتشرة وأن تعاليم المسيح كانت منتشرة وكانوا يسخرون من تعاليم المسيح وكانوا يستهزئون بتلميذ ورسل يسوع المسيح وكانوا يسخرون من عبادتهم من طرق طبعا كيف بيقوموا في هذه العبادة وكيف أن المسيحيون يؤمنون بإله واحد غير عن الآلهة اللي بيتكلم عنها الآلهة الوثنية اللي المسكورة في روما في روميا اللي هن تبنوا طبعا آلهة اليونانيين وعطوها أسماء مختلفة ولكن هي تمثيل أو عبادات شياطين كما يسميها الرسول بولوس فلاحظ أسلوب بولوس لم يقل أنا أفتخر بإنجيل المسيح مثلا قال لأني لست أستحي بإنجيل المسيح الذي هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن عاوز يعمل شوك في ذهن المستمع بالطريقة السلبية حتى يوصل هذا الإنسان إلى التعقل إلى الصحوة إلى الموضوع المهم إلى الرسالة المهمة اللي عاوز يوصلها والرسالة في روميا هي بكل بساطة أما البار فبالإيمان يحيا يعني ماشي مع صدى الصوت أنبياء العهد القديم وبالتحديد نبوة النبي حبقوغ اللي قال أما البار فبالإيمان يحيا فإذا عاوز يتكلم عن الموضوع بيوصل في إصحاح خمسة والآية الأولى يقول فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح فرسالة روميا مع إنجيل يحنى يعتبر رسالة مهمة جدا لأنه بتشوف في هذه الرسالة كل العقائد الأساسية والإيمانات العقائدية بين المسيحيين منها عقيدة الخلاص بكل طبعا محتواها عقيدة التبرير بالإيمان عقيدة التبني عقيدة الاختيار عقيدة التقديس المصالحة وكل هذه الأساسيات الإيمانية ومن إصحاح 12 بيتكلم عن السلوك المسيحي بشكل عملي أنه طالما أنه بيتكلم عن هذه الموضوعات اللهوتية ولكن نحتاج إلى التطبيق العملي حتى نتمم هذه الوصايا وصايا الرسول بولوس التي تتمشى مع وصايا الرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة